توصل هاي شكاوية من نظر بيها بالمناسبة احنا جهة خبرة من قبل مجلس القضاء الأعلى بمعنى المجلس عندما يريد ينظر أن هذا ضمن حريات الصحفية وخارج الحريات الصحفية القاضي يسأل الهيئة وعشرات الموارد بالمئات من الموارد يقول احنا هاي ضمن الحريات الصحفية رغم أنه اكو شك أتكم ظلم شوي أنا من الناس اللي ظلمت من خلالكم يعني بعض القضاء هذا موجود لا أقصد بشهادتكم أنتم بعض الخبراء هم عندهم الميون هذا خبير بعد هو يعني يتحمل خبرته فلهذا نضطر نذهب مرة أخرى لخبرة النقابة ممكن هناك مزاجة عند الخبراء بكتابة تقاريرهم هذا حكم على خبراء هذا حكم شخصي خلن نعتبره حكم شخصي خلن نعتبره حكم شخصي بالتالي ذول الخبراء من يأخذ القاضي بكلامهم هم حل ثقة القضاءة هذا خلينا ننظر إلهي وقاضي يعني يشرف على هذا الموضوع وبالتالي نحن نستطيع أن نتخطى القوانين أو حكم القاضي إن كان ضد أو كان معه في كل الأحوال ممكن يصير أنا ما أنفي يعني ممكن بحقهم أو حق الآخرين في مئات بل آلاف من القرارات ممكن يحدث قرار قراري مزاجية الخبير مزاجية الخبير تكون خامرة أنا ما أقدر لأن ذول الزملائي وأعتقد أنهم على يعني دراية بما يقوم النبيين لأن مؤسستك فلازم تدافع عنه بكل تفاصيلة حتى وإن كان هناك خطأ لا أقوى أخطأ فنعترف بالأخطاء الاعتراف بالخطأ فضيلة إذا في بيت عندنا إحنا نعفوه سيد دكتور علي أنت بالإجادة تعدل أخطاء الماضي وهذه الكثيرين أكدوا على هذا الكلام فإحنا من أقول لك أكو نعم عندك خبرة يتعاملون بمزاجية يعني ودى أن تقص من عمل الهيئة بقدر ما أنقول لك واقع ممكن أنا عشتك شاهدة ما أنقول لك يا نيابة عن فلان لأخو الواقع يقول أولا إحنا مو معصومين يعني إحنا أشخاص إنسان بشر حتى الخبير اللي موجود هذا يؤدي واجبة ممكن يخطأ ممكن يصيب ولكن هو ما عنده يعني غرض أو قصد باستهداف الشخص فإن نكون واقعين ذول الزملاء أنا هم مهم إعلامين هم مهم أعضاء في النقابة ويكونوا أساتذتنا بالتالي فيكون بالتالي أساتذة وهم أساتذة أكثر من عدي أكثر من عدي خبرة يعني حتى نكون واقعين احترامهم ومكانتهم ولكن حتى أكمل قضية الإطار اللي اتفضلتوا بي أولا كثير من القنوات الإطار كانت مديونة واتخذنا بها قرارات قضائية وكثير من الإذاعات المرتبطة بالإطار التنسيقي يعني أنتو ذكرتو الإطار هو مو صحيح أن نجي نذكر مكون ولكن هذا الواقع هناك إذاعات مرتبطة بالإطار التنسيقي تم إغلاقها من قبل الهيئة بسبب أسباب مالية بأسباب مالية وفنية تم إغلاقها والناس استجابوا حقيقة من أكو مديونية وأكو أحكام قضائية تم غلق العديد من الإذاعات هسا إحنا هما ما نشروا الغلق إحنا ما ننشر كل شيء يعني مو بالضرورة إحنا أي قرار نتخذه بحق أي وسيلة إعلامية نجي ننشره للرأي العام إحنا مثلا من المنهج اللي اتخذنا خلال السنة والنص اللي أنا موجود بالهيئة هو منهج الحوار إحنا يوميا نستضيف في هيئة الإعلام والاتصالات العديد من مدراء القنوات وأخواننا في القنوات ويجون عدنا شاشة وعدنا اللائحة ويأتي مدير القناة ونبينه نقول لنا هنا أكو خرق صار لقا يقول أنا فعلا ما منتبهين المذيع ما منتبه المقدم ما منتبه ممكن يصير تعهد بسيط جدا ممكن يقولون نعم إذا تطونا اللائحة ننظر بيها يصير عندنا رقابة ذاتية وعشرات من المسائل نحلها بطريق الحوار والمناقشة البينية ووسائل الإعلام لا ننشر صورة ولا ننشر خبر دول الزملائنا وإخواننا الخطأ يحدث في الشاشة اشتركوا في القناة